اشتركوا في القناة حقيقة وما هو معروف أن السيناتور هو شخص عضو في مجلس العقلاء أو الشيوك وهذا مصطلح يستخدم في دول عدة منها أمريكا على ما يبدو أن السيناتور الأمريكي جون ماكين لا يعلم ذلك وكيل إسرائيل الأول في الولايات المتحدة السيناتور جون ماكين يتسلل إلى الأراضي السورية عبر الأراضي التركية تفاصيل الزيارة نشرت على موقع ديلي بيست الأمريكي جاء فيها أن ماكين عبر الحدود السورية التركية مع العميل التركي الصهيوني الأمريكي سليم إدريس وأمضى بضع ساعات هناك مع مسلحي العصابات الإرهابية وقال الموقع إن المندوبين عن العصابات الإرهابية توجهوا إلى حلب للاجتماع بماكين وتقديم مطالبهم والتبرك به وخلال الاجتماع طالبوا ماكين تزويدهم بالأسلحة الثقيلة وإقامة منطقة حظر للطيران فوق الأراضي السورية وشن غارات برية على الجيش العربي السوري والمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله ماكين الآن وروبيرت فورد قبل أيام أما سليم إدريس الذي رقص أمام ماكين فهو يشرح ويعبر على شاشات قنوات الشركة في سفك الدم السوري عن فرحته العارمة بلقائه ماكين ويبين ما حصل بينهما في تلك الليلة ويفخر بذلك ويوجه الاتهامات عبر معبر السلام الحدودي مع تركيا دخل السيناتور الأمريكي جون ماكين إلى الأراضي السورية وأمضى قرابة الساعة هناك جاء إلينا واجتمع مع القادة البيدانيين واطلع بنفسه على طبيعة هؤلاء ودخل معنا إلى الأراضي السورية واجتمع داخل سوريا في المناطق المحررة مع مقاتلين ومع مدنيين وأنا أحيي هذا الرجل وأنا أحيي هذا الرجل إنه وبغض النظر عن الجهة التي دعت المدعو ماكين الذي حاد عن مهمته الأساسية في أمريكا أنه عضو مجلس شورى وشيوق فإن تسلله إلى سوريا يعد خرقاً للعهود والمواثيق الدولية وانتهاكاً لسياسة الدول ولا تليق برجل دولة يحترم دولته والمجلس الذي يعمل فيه وبالنظر إلى الموضوع من زاوية بعيدة قليلاً نجد أن المدعو سليم إدريس يصطف مع ماكين أي مع أمريكا ويوجه الاتهام والوعيد للجيش العربي السوري والمقاومة الإسلامية في لبنان فهو بذلك يصطف وبالضرورة مع الكيان الصهيوني ربيب أمريكا وهو بذلك يعتبر عدواً للشعب العربي في سوريا وفي كامل أرجاء الوطن العربي فقد وجب قتاله والقضاء عليه قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله أودع في ضمائرنا وأجر في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد قسماً بذاك ونحن نحن الصادقون